موسيقى بعد أن خرج عن الخدمة وأوصدت أبوابه لمدة 15 سنة ملعب محمد قصاب باستيف يفتح أبوابه من جديد إثر عملية ترميم واسعة شملت الأرضية والإنارة مع استحداث بناية تتضمن إدارة وقاعات للإستقبال والاجتماعات والرياضات القتالية هذا المرفق طالما انتظرناه لأنه يعني يعد مكانه وموقعه استراتيجي يسمع لكل شباب البلدية باهي يلتحقوا به ويمرسوا الرياضة في أحسن الظروف ونظر نوعية الهيكل اللي يتوفر عليها ستسمح بترقية الرياضة في مدينة استيف خاصة كورة القدم والرياضات القتالية عملية الترميم التي بلغت تكلفتها 411 مليون دينار صادفتها الكثير من العقبات ما عطل إتمامها لأكثر من مرة بعد أن بدأت الأشغال في 2008 وجود القناة الكبرى طرف المياه الكبرى المرة والتي تتوسط الملعب وجود الأطيبة المتبقية على عمق تروح بين 2 إلى 8 أمتار على طول الملعب أخذنا بعين الاحتبار هذا المشكل وقمنا بإنجاز الدرناج مجرع صرف المياه هذا الدرناج سيكون عائق لتسرب المياه على مستوى أرضية الملعب هنا دبت أقدام العديد من النجوم فبداية بالرحيل كرمالي ووصولا إلى جابو داعب كل من مخلوف وصالح وعجيس وغيرهم الكرة فوق هذه الأرضية ما جعلها رمزا للكرة بولايات الصيف لتصبح اليوم بحلة جديدة متنفسا لأبناء المنطقة وبساطا مفروشا لنجوم المستقبل اشتركوا في القناة